على مستوى زي ما بقول لحضراتكو على مستوى أسبانيا على مستوى برشلونة إقالة كومان ويمكن زي ما بقول لحضراتكو رونالد كومان يمكن الإقالة تأخرت شوية رونالد كومان عنده مشاكل كبيرة جدا جدا مع برشلونة يمكن بعد طبعا الخسارة في الدوري الجولة اللي فاتت خلاص لابورتا بيبلغ رونالد كومان بإنهاء التعاقد معاه ويعني إنهاء ولاية رونالد كومان في برشلونة مين اللي جاي؟ كل الترشحات بتقولين شافي شافي طبعا من أساطير برشلونة هو مدير فني الحالي لنادي أسد القطري وعلى فكر خلاص تم يمكن التواصل معاه بشكل كبير جدا في لجنة أو مجموعة من الناس المهتمة بالتعاقد في برشلونة موجودين دلوقتي في قطر بيتعاقدوا مع شافي ليكون على رأس القائمة الفنية لبرشلونة خلاص خلال الأيام اللي جاية لكن كمان مش هيكون خلال المباراة اللي جاية وعشان كده لابورتا كمان صعد يعني في المدير الفني المتواجد في البي تيم أو فريق الأمل لبرشلونة هو اللي هيكون متواجد يمكن في المباراة اللي جاية اللي لم يلحق شافي بهذه المباراة لكن زي ما بقول لحضراتكم رونالد كومان رونالد كومان بعض الناس بتقول إنه هو مظلوم إلى حد كبير من خلال حتى المباراة اللي فاتت كان فيه ضاعة للفرص ديباي بيضيع ضربة جزاء وبالتالي بيخسر المباراة مناس تقول لك يعني هو بيأدي بشكل كويس لكن غير موفق فيه جزء تاني تقول لا الموضوع اتأخر شوية لأن رونالد كومان فقد السيطرة على الدريسين روم فقد السيطرة على اللاعبين فقد السقة فيه كمان فرقته وحتى على المستوى الجماهيري إن كمان رونالد كومان في خلال حضراتكم يمكن الأسابيع اللي فاتت كان فيه استهجان كبير جدا من جماهير برشلونة يمكن من قبل المباراة مع سير المباراة وكان فيه استهجان من جماهير برشلونة على رونالد كومان رونالد كومان يرحل على برشلونة وبرشلونة بتستعد طبعا أسطورة على مستوى اللاعب وخطة طويلة الأجل ومشروع كبير جدا ينتظر شابي مع بعض الشلون طيب لو كنا بنتكلم